وصل لبنان درجة الرسوب وفقاً للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية التي أكدت أن البلاد ما زالت تتبوأ هذه المرتبة منذ سبع سنوات على التوالي بسبب تفشي الفساد في مؤسسات الدولة وتحوله إلى ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل لبنان وهو نتاج طبيعي لنظام حكم اعتمد نهج المحاصصة الطائفية في تقاسم السلطة بين الأحزاب الحاكمة وفقاً لمؤسسات الرقابية ليس هذا فحسب فقد حاز لبنان على المرتبة الأولى عربياً كأكثر الدول في دفع الرشاة واعتماد المحسوبية وإقصاء وتهميش المستقلين ولم يكن مستغرباً حصول شخصيات مرتبطة بأحزاب دينية على نسبة تقدر بنحو 50% من مجمل قضايا الفساد الحكومي البنك الدولي ووفقاً لأرقام اعتمدها أكد أن معدلات الفساد في لبنان بلغت درجة عالية مستشهداً لما تتعرض له الشركات العاملة في البلاد من عمليات ابتزاز تطالبها بدفع رشاوة بلغت اعتبة الخمسين وهي ضمن مستوى عال على نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما بات عائقاً أمام أي فرص للاستثمار الأجنبي في لبنان تفشي الفساد في لبنان وبحسب منظمة الشفافية الدولية يعود إلى فقدان الثقة في النظام اللبناني وعجزه عن بسط سلطة القانون في ظل شرعية مهددة من قبل ميليشيا حزب الله ونظام سياسي بات سبباً رئيسياً في ضعف وتفكك مؤسسات الدولة المخترقة أساساً من قبل جهات تناقضت مصالحها الخاصة مع المصلحة العامة حتى فتح الباب واسعاً في البلاد أمام تجارة المخدرات والبشر في ظل فقر مدقع أطاح بأكثر من نصف سكان لبنان وجعل النصف الآخر يحلم بالهجرة منه شكراً للمشاهدة